السفر ده بيتكلم عن بناء أصوار قرش شريم بناء المدني والبناء الروحي من خلال الصلاة السفر ده ممكن نسميه البناء والحرب لأنه بنشوف إزاي كان فيه مقاومة وفيه معطلات وفيه حرب لبناء الصور أو الصلاة والعمل وده اللي رب دعينا ليه أن نصلي ونبني أمين عايز أقول أقسام السفر بشكل سريع عشانه إحنا بنقرأ أن يكون عندنا دراية السفر ده بيتكلم عن إيه الصحة الأول والتاني بيتكلم عن حمية وزهابه لأرش شريم والاستعداد للعمل ابتدى يستعد للعمل الزهاب لأرش شريم الرجوع لأرش شريم ليه؟ لأنه زي ما كنا بنقرأ هو كان قاعد فين؟ في القصر بعيد عن أرش شريم لكن الصحة الثالث لغاية الصحة السابع بيتكلم عن إعادة بناء الصور رغم تعطلات الأعداء رغم مقاومة الأعداء ونشوف إزاي نحمية بدأ يبني الصور ونشوف إزاي كان فيه معطلات لبناء الصور الصحة الثامن العاشر بيتكلم عن التوبة وتجديد العهد مع الله بعد بناء الصور بدأ نحمية يبني في الشعب روحية ونشوف توبة الشعب وتجديد العهد الصحة الثالث وصحة الثالث بيتكلم عن تعمير قرش شريم وتدشين الصور والإصلاح الأخير بيتكلم عن الإصلاحات الدينية والبناء الروحي اللي عملوا نحمية وسط الشعب متحمسين لقراية السفر أمين؟ هنقرأ سفر خلينا مع بعض نشوف أول موضوع عايزة التلم فيه من الموضعين اللي أنا قلت لحضراتكم عليه في بداية الدراسة دي عايزة نشوف شخصية نحمية مين نحمية؟ عايزين نشوف شخصيته ونشوف الصلاة اللي صلىها ونتعلم منها النهاردة نحمية في عدد اتنين بيقول أنه جاء حناني واحد من إخوتي هو ورجال من يهوزة عمل إيه نحمية؟ لما شاف واحد واحد من إخوته مش معناه أنه أخوه لكن هو قريبه من نفس الصبت بتاعه عمل إيه نحمية؟ فسألتهم عن إيه؟ عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أرشالين حناني قاعد في القصر ومريح دماغه وهنشوف بعد شوية هو بيشتغل صاقي للملك صاقي دي يعني مش ويتر مش جرسون لا لا دي شغلة كبيرة شخص مؤتمر على مهمة كبيرة الراجل مش عايش في الراحة ونسي إخواته قريبه وشعبه اللي كانوا عايشين في سابه فسأل سأل ويبان أنه الموضوع طبيعي لكن الحقيقة وأنا بفكر في النقطة دي بسأل نفسي أنا أول واحد أنا قد إيه بسأل عن إخواتي قد إيه بسأل عن الناس اللي بتعدي بالظروف صعبة لأيام دي قد إيه؟ مش مشغول بالكمفرد زون بمنطقة الراحة بتاعتي في خدمتي في شغري إن أنا عندي فلوس عندي قصر عندي بيت لكن مشغول بالناس مشغول بالناس نحمية شخص مشغول بالناس مش عايش مزنوق في نفسه ومتهي لده سر كبير قوي لخدمة نحمية آه أعظم حاجة إنه بنى الصور تبان كبيرة قوي بنى حاجة مهمة قوي لكن اللي يبني الصور هو نس الشخص اللي بيسأل عن إخواته في الخفاءة زمان كان عندنا عادة نصلي البعض محرفش العادة دي موجودة ولا دلوقتي لكن من انشغلاتنا حسناها قلت عارفين لي قلت؟ عشان إحنا قصة مش منسأل عن بعض مش بسأل عن إخواتي مش بسأل عن المريض العيان مش بسأل عن اللي بيعدي بظروف اقتصادية صعبة